اسبريل الشطة ارتفاع حالات الاختناء بين طالبات المدرسة الزخروفية بنجا حمادي ل33 طالبات اتفع عدد الطالبات المصابات بحالات اختناء بمدرسة الثانوية الزخروفية بنجا حمادي شمال بقنة ل33 طالبات فيما بدأت التسليل من الطالبات المصابات تتعافى عطيب تلقيهم الإسعافات الأولية والعلاج التلب اللازم بمستشفى نجا حمادي وشهد المستشفى نجا حمادي توافض القيادات الأمنية والتنفيذية للمستشفى الاتمئنين على صحة الطالبات المصابات تبايا من المعالمات الأولية أن الطالبة استخدمت اسبريل شطة المتداول للدفاع عن النفس ما أدى إلى إصابة الطالبات بحالات الاختناء ونقلهم للمستشفى الأقل اللواء هيبطها مدير أمن القناء اقتر من ما تشفت أنك حمادي يفيد إصابة 15 طالبات بحالات اختناء طبعا العدد ارتفع بعد كذا مرتلكوا 33 طالبات داخل المدرسة السنوية الزخرفية للبنات بنجا حمادي وتبايا من ارتاحات الأولية أن إحدى الطالبات استخدمت اسبريل شطة اللو بيستخدم في الدفاع عن النفس فأدى إلى حدوث هذه الاختناقات ودفع مرفق إصعاف قناء بسيارات الموقع المدرسة لنقل الطالبات المصابات للمستشفى نجا حمادي يترقي الإصعافات الأولية ترجمة نانسي قناء